سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة في بداية حلقة النهاردة حابة أني أنبه ونصلي مع بعض الموضوع الحرايق الأيمة دلوقتي في الجزائر والمغرب وتونس وأيضا اليونان مئات الحرائق بتنتشر في فوز تغبات ومزارع وبيوت وجبال يعني الحقيقة الأمر محزن والأمر جلل والخسائر كبيرة وإحنا أقل يعني ما يجب أن احنا نعمله وأن احنا ننبه الناس إذا في إيدك حاجة عملها إذا عندك يعني مجال أنك تجيب مساعدات من بلدك أنك تساعد بنفسك يعني يريد كلنا نتحرك لمساعدة الناس في الوقت ده ولكن الآن خلينا ناخد دقايق نتحد في الصلاة أمام الله مع بعض من أجل الشعوب وأهلين المتأثرة بالحرائق دي وأنه الله يعتني بيهم ويخفف أمر الحرايق دي مع الوباء اللي احنا بنمر بيه كمان فأرجوكوا أنكم متفتكروش أنه الصلاة من أجلهم حاجة قليلة لا لكن لازم نتحد ونصلي مع بعض الآن رب أنا بشكرك لأنك إله رحيم حتى ولو نسب حد ليك أنك أنت اللي صانع ده أو أنت اللي مسبب ده لكني أنا الآن بأعلن أنك إله رحيم بأعلن يا رب أن عدو الخير يعني ضاغط علينا الآن يا رب بالأوباء وبالأمراض بالحرائق وكل الضغوطات على الناس اللي موجودة الآن لكن نحن نعلم أننا نرفعهم ليك يا رب وأننا نلجأ إليك وأنت وحدك من عندك المعونة يا رب احنا نرفع عيوننا إلى الجبال من حيث يأتي عاوني زي ما قال داود أنت العاون الوحيد لأهلين في البلد دي رب سعيدهم في إخماد الحرائق دي يا رب عوض عليهم يا رب اخلق من الشر العمل والشيطان ده بركات في وسط هذه البلاد في اسم يسوعه وصلي أمين خليني أتجه بقى لموضوع حلقة النهاردة حلقة النهاردة بعنوان ادعوهم لأبائهم وطبعا موضوع دعوهم لأبائهم دي آية من سورة الأحزاب اتقالت على أنه يعني في موضوع منع التبني وأنه أي حد عايز يتبنى طفل ده أصبح محرم في الإسلام من بعد ما محمد تبنى زيد محمد تبنى زيد قبل الإسلام على فكرة قبل ما يكون مسلم زيد كان مولى من موالي عبد عند خديجة وهي أهداته لمحمد ولما أهله راحوا يدوروا عليه ولقوه فعلا بيقول قد القصة أنه زيد رفض أنه هو يرجع مع أهله وقال أنا عايز أبقى مع محمد فمحمد لأنه مكانش عنده أولاد كمان في الوقت ده قال اشهدوا أنه زيد ابني ياري ثاني وقارثوا وده كل المذكور عن القصة في الوقت ده سنين بقى تمر بعد كده وحنعرف بقية القصة الحقيقة أنه موضوع التبني كان من الأمور اللي بتحدث في ما قبل الإسلام بشكل عادي وطبيعي كل بيت عنده أطفال نساء ورجال متبنين لأنه الكل يمكن كانت عادة موجودة أنه لمالوش أهل بحد تاني بيرعاه وأعتقد أنها دي كانت موجودة عبر البشرية طبيعة الإنسانية لكن جاء الإنسان للإسلام ليقول أنه ده لا يجوز ده لا يصلح منفعش وغير ده من اعتناء الناس وتعاطفهم مع بعض إلى الأزمات اللي احنا بنشوفها النهاردة لأسباب معينة وحنتكلم فيها دلوقتي الحقيقة أنا لافت نظري كمان ليه أنا بعمل موضوع ده احنا عملنا موضوع التبني من سنين لكن في الفترة الأخيرة بعض الدول ابتدت تغير قوانين موضوع الكفالة في العالم الإسلامي دلوقتي وتفتح الأبواب لأنها لتبني بعض هؤلاء الأطفال أو كفالتهم كما تسميها القوانين في البلاد الإسلامية يعني ابتدوا يفتحوا المجال مثلا في مصر دلوقتي فتح المجال أنه السيدة أو البنت اللي مش متتجوزة وعندها يعني شروط معينة لأنها تعرف ترعى طفل أو تكون تتكفل بمصاريفه وتربيته وكده تقدر أنها تكفل طفل ويقدر يعيش معاها وكل حاجة فده تغيير رائع جدا لأنه عادة الستات هما اللي بيبقوا عايزين يتبنوا علشان هما اللي عندهم دافع رعاية الغير ده أكتر لكن هناك الكثير من الرجال كمان اللي بيبقوا عندهم دافع إنساني للمشاركة وتعاطف مع الناس في أنهم يقدروا يعني يحتووا أطفال إذا كان بالكفالة أو بالتبني فيعني دي حاجة إنسانية موجودة أنا عايزة قبل ما نتكلم في كل المواضيع والتفاصيل اللي حنشوفها دلوقتي عايزة أسأل سؤال التبني لصالح مين؟ أصحنا عندنا في الشرق أما تيجي تتكلم على التبني يقول لك إيه خلوا العائلات اللي ما عندهاش أطفال بس هما اللي يتبنوا لأن دول اللي عندهم الاحتياج لا على فكرة لأنه التبني في الغرب المسألة تختلف تماما أنا هسألكوا تاني التبني لمصلحة مين أولا؟ الإنسان اللي بيتبنى في الشرق بيتبنى لأنه هو ما عندهاش عيال وقليل لما يكون أنا تحننت على الطفل ده وعايز رعاية كويسة وحاسس إن ده دور لي لأن تبني الأطفال مشقة يعني ما هياش مش حاجة سهلة الإنسان اللي عايز يتبنى لازم يكون عنده فهم إن دي مسئولية والتزام أبدي إنت طول الحياة مسئولة عن هذا الطفل علشان كده الإسلام عمل بعض الفاصل وحتلاقي إنه يعني هتكلم في حتة الكفالة والفرق بينها وبين التبني دي عملت فاصل في الحتة الإنسانية اللي بتربطني بطفل قادر أقول إنت تحمل اسمي أو إنت تحمل إسماعيلتي إنت ابني حقيقي أو إنت بنتي حقيقي الإسلام مانع الكلام ده كله في الغرب الناس بتتبنى الأطفال المحتاجين يعني عندي على فكرة العديد من أصدقائي عندهم أولاد بيخلفوا ولد أو اتنين ويقولوا إن إحنا حنتبنى بقى بعد كده وبيتبنوا مثلا ممكن يتبنوا من دول أفريقية أو يتبنوا من دول أسيوية ويتبنوا من أطفال يبقوا بيض أو أطفال سود أو أطفال أسيويين في نفس العيلة الوحدة عندي صديقة عندها تسع أطفال اتنين منهم ولادها والبقيين مش ولادها أيضا في هناك ناس بتتخصص في تبني الأطفال المعقيد أو زاوي الإحتياجات الخاصة ليه؟ لأن التبني للطفل مش ليها أنا عندي دور ربنا حطه على قلبي لازم أعمله مع هذا الطفل التبني يكلف نفسيا وماديا وإنسانيا وكل الأدوات اللي في حياتك أنت بتضعها في حيات هذا الطفل كما لو إنه ابنك بالزبط مفيش حاجة اسمها كما لو إنه ده أصبح ابنك أو بنتك بالزبط ده في الغرب فالناس بتبص للتبني على إنه ده احتياج الأطفال ده احتياج المجتمع إحنا بقى تعالوا نروح عندنا للشرق الأوسط مصر مثلا ومشكلة أطفال الشوارع أنا عادت أدور على إحصائيات جديدة فلقيت إنه في 2020 في إحصائية بتتكلم عن موضوع التبني ده أو موضوع أطفال الشوارع مثلا وبتتكلم عن إنه دلوقتي في مليون وميتين وخمسين ألف طفل شوارع وبيزيدوا كان في مبادرة عملها الرئيس السيسي والمبادرة دي علشان خاطر تساعد في موضوع أطفال الشوارع وإنه يحصل إيواءهم وكده من 2015 ولكن هذه المبادرة مع تدخل المنظمات الإنسانية لم تضيف شيء لأطفال الشوارع ولم تصلح لأن الطفل محتاج بيت محتاج أب وأم محتاج أسرة طرعة محتاج كنيسة طرعة محتاج جامع يرعة يعني محتاج مجتمع يرعة لكن للأسف إنه موضوع أطفال الشوارع ده بقى مشكلة كبيرة ليه؟ لأنهم بيترموا منهما أطفال صغيرين إلى أن يعيشوا بقى ويلقطوا رزقهم زيهم زي رجالة الكبار وستات الكبار شيء مؤسف جدا لكن في حلول في حلول مجتمعية ممكن تغير ده بس أنا عايزة النهاردة أتكلم على العقبات الدينية اللي موجودة دلوقتي خلينا نشوف رأي الشيخ الطيب في موضوع التبني ده عمل حلقة خاصة في الموضوع ده وأنا خدت منها جزئين مهمين جدا حابة نحن نتناقش فيهم خلينا نشوف الفيديو الأول التبني باختصار هو الدعاء نسب ابن غير صلبي يعني الدعاء نسب ضفل لم يكن مولودا في هذه الأسرة للأبي والأم ويلتحق بهذه الأسرة ليس كمكفول أو ليس كرعاية وإنما كتبني بأن يحمل اسم الأب طبعا اسم الأم ثم بعد ذلك يكون له مال الابن الصلبي من الحقوق الشرعية سواء كان الميراس أو الزواج أو إلى آخر كل ذلك هذا هو التبني بالمعنى المعروف والذي كان موجودا قبل الإسلام كعادة من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام طبعا وقضى على كثير من عاداتها السلبية مثل الموقودة مثل الربا ومنها مسألة التبني طيب يعني عجيب جدا أنه شيخ الأظهر يحط التبني ويقول عليه حاجة سيئة جدا زي عادة الوقت وزي الربا يعني أنا الحقيقة مش فهمة إيه دخل الإنسان المحتاج أنه ينتمي إلى أسرة وعائلة ومجتمع يشبه بالربا أو بوقد بوقد البنات ولو أنه يعني الإسلام لم يؤثر في موضوع الوقت ده لكن تشبيه قبح هذه العادة اللي هي عادة إنسانية جدا بمسألة قتل البنات أو قتل الأطفال حاجة غريبة جدا ده اللي خليك تقف وتقول أن الناس دي وهذا الفكر هو مش شيخ الطيب هو شيخ الطيب ده عنده قانون صدر من تشريع إسلامي مش تشريع سنة عن الرسول فقط لا ده تشريع قرآني تشريع من القرآن من إله القرآن نفسه فالتشبيه ده بالوقت وبالربا ده اللي خليك تبص ده وتقول أنه هؤلاء الناس بيقولوا على النور ظلمة وعلى الظلمة نور بالضبط كده مفيش طلاقي بين الاتنين المدهش بقى في الأمر ده أنه كون التبني كانت حاجة موجودة ومعمول بيها قبل الإسلام ده بيديك صورة أكبر وأوضح عن أنه الإسلام ما جاش يصلح ولا يعلم مكرم الإخلاق ولكنه أساء للمجتمع إساءات كبيرة وبوز يعني نظم اجتماعية كانت موجودة ومقبولة وتغيرت أفكركم بالحديث الشهير طبعا بتاع رضاعة الكبير زعلتوا قوي وزعلنا قوي لما كنا بنتكلم على موضوع رضاعة الكبير ده لكن أنا هفكركم بيه بيقول كده بتقول يعني الآية بتاعها لما نزدت ادعوهم لأباءهم لأحزاب خمسة بتقول كده هو أقصت عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناحة فيما أخطأتم ولكن ما تعمدتم في قلوبكم وكان الله غفورا رحيم وتقول كده في التفسير بتاع الآية بيقول كده وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة والمحارم وغير ذلك ولهذا قالت بقى سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا طبعا محمد والقرآن حرم التبني فكل الناس اللي كان عندهم أولاد متبنين رجالة بقى أو ستات ابتدى الراجل يتدايق وبتدى الستة تدايق وبتدى يبقى فيه إحراج إذا كان عندهم أمر إلهي بيقول إن اللي أنت عملته ده غلط يعني حتى ما قالش إيه طب إنتوا تبنيتوا خلاص ما تتبنوش بقى بعد كده عشان الأسر دي ما تتفككش يعني واحدة ربي ابن أربعين سنة يقول لها يا ماما ويقول لابوها لجوزها يا بابا ودول عماته خلانه يعني عاشوا معاه كل تطورات حياته ويجي فجأة واحد يقول لك كده إيه لا 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 خلاص ده ملغي ده يطلع يعود برا كده يعني بالنسبة لي دايما أشوف ده يطلع يعود برا مع الشغالين مثلا يعني مع العبيد شيء مؤلم جدا ولا إنساني بالمرة لا إنساني بالمرة لو كان إله الإسلام قالك طب اللي بعد كده ما تعملوش كنا قلنا آه يمكن نقدر ننقشق الموضوع ولو إنه برضو لا إنساني لكن شوف بقى اللي حصل في سهيلة بنت سهيل دي حصل لها إيه فلما رحت للرسول فقال لها بتقول له أنا شايفة إن جوز يعني بيتدايق فقال لها إيه أرضعي تحرمي عليه ومن هنا بقى جاء موضوع رضاع الكبير خليني أسأل سؤال هي موضوع إنه إنه الطفل المتبنى ده مش من الصلب مش من صلب الراجل أو الست أو يعني بايولوجيا هو مش ابن أو بنت ماشي لكن إنسانيا وتعاطف وحنية وكده ده موجود ده بيبنى ويظهر في قلب الإنسان الرضاع بقى بتعمل إيه؟ أنا عايزة أفهم السؤال خمس رضاعات مشبعات عشر رضاعات مشبعات يردع تردعوا بالبزازة فيه حتلاقوا بعد شوية بيقول لكم لهي الست لو عايزة تتبنى ممكن تاخد هيرمونات فينزل لها لبن فتردعوا فيبقى خلاص يبقى كده تحرم عليه ويحرم عليها ويبقوا محارم طب ده إزاي يربط الولد بالقب أو إزاي يربط البنت المتبنى بالقب يعني إزا كانت الست رضعت وحست بحنية وهي بتردع دي حاجة لكن اللبن فيه إيه؟ أنا عايزة أفهم اللبن فيه إيه؟ على فكرة في الغرب دلوقتي فيه حاجة اسمها بنوك لبن للأطفال اللي عايزين يرضعوا رضاعها طبيعية من بنيئة مين فما إيه أنت أصلا ما إنتش عارف مين لبن مين ده لأنه ما فيش حاجة بتغير حاجة فيك بيولوجيا أو في جسمك لما أما ترضع لبن من ست واخد هيرمونات أو مش واخد هيرمونات دي خرافات وخرافات تسببت في ألام ملايين الناس فالسبب اللي بيقوله شيخ الأظهر هنا هو أمر من إله ومن رسول لسبب ما هنعرفه بعد شوي خلينا نشوف الفيديو اللي بعده كده أنا أتحفظ على أن تكون هناك علاقة أقوى من علاقة الدم لا توجد علاقة لا توجد علاقة أقوى ولا توجد علاقة أخرى ترقى إلى مستوى رابطة علاقة البنوة والأمومة والأبوة والدم بشكل عامل فالتبني هو عملية يعني زي ما نقول تخدير للمشاعر وتخدير للنفسيات هروب مستمر من حقيقة واقعية موجودة لا يريدون أن يتوقفوا أمامها وأن هذا ليس ابنهم وإنما دائما يعني يدارون على أنفسهم هذا النوع من المشاعر يرفضه الإسلام أيضا أن الإسلام دين الحقائق ودين مواجهة الحقيقة أوكي دين مواجهة الحقيقة أنا عايزة أوجهكم ببعض الحقيقة اللي لازم يعني يبقى في ذهنك أو في ذهنك أنت عليها رد على فكرة كنا بنتناقش في موضوع التبني وارتباطه بزينب بنت جحش في مناقشة كده فلاقيت واحد مسلم داخل بيقول لا التبني مش حرام في الإسلام طبعا أنتوا غلطانين ليس له علم بالمرة أن التبني مش حرام أن التبني حرام في الإسلام لأنه إنسانيا شايف أن التبني كويس ده بعد كده فهمنا يعني إنسانيا شايف أن التبني دي حاجة كويس بس لما ابتدينا نوريه إنه الإسلام بيقول إن ده حرام فابتدي يغير كلامه بقى ويقولك أكيد ربنا عنده حكمة أنا عايزة أوريكو الحكمة وجات منين الموضوع ده أفكركم محمد قال زيد ابني ياريثاني وأاريثو أوكي وبعدين زيد كبر وفي يوم من الأيام زيد محمد راح لزينب بنت جحش اللي هي تبقى بنت عمته وقال لها اتجوزي زيد فقالت له لأ طبعا مش هتجوزه ده عبد فقال لها لأ هتتجوزي قالت له هتجبرني قال لها هاي هو كده ونزدت آية إنك بتقدر اللي يقول الرسول لازم يحصل وتنفذي فقابلا واتجوزته وكانت يعني علاقتهم مش حلوة اسمعوا بقى اللي حصل بعد كده الحادثة اللي النهاردة الشيوخ بيحاولوا يتفادوها ويجملوها بيقول كده ذهب يوماً النبي إلى ابنه بالتبني زيد ابن حارثة إلى هذا اليوم كان ده ابنه ودي مرات ابنه ده في تفسير القرطبي بيقول كده أتى النبي زيداً يوماً يطلبه فأبصر زينب قائمة وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويها وقال سبحان الله مقلب القلوب سبحان مقلب القلوب قال كده ليه؟ قال سبحان مقلب القلوب لأن زيد مش موجود لا قال سبحان مقلب القلوب لأن قلبه حصل في حاجة فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففاطن زيد فقال عشان عارفه مربيه على إيده أوكي قال كده يا رسول الله ائذن لي في طلقها فإن فيها كبراً تتعظم علي وتؤذيني بلسانها فقال عليه السلام امسك عليك زوجك واتقي الله كان هذا الموقف من أشد الموقف إحراجاً للنبي فكيف قال النبي أن يطلب من زيد أن يطلق زوجته يتزوجها هو وزيد ابنه بالتبني بيقول القرطبي كده أنه فلان وفلان راحوا للنبي وبيقولوا أنه بيقولوا أنه النبي وقع منه استحسان لزينب وقع في قلبه استحسان لزينب بانتجاهش وهي في عصمة زيد وكان حريصاً على أن يطلقها زيد في تزوجها هو واتت آية في سورة الأحزاب لترفع الحرج عن النبي بتقول كده الآية واستقول للذي أنعم أو أنعم عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتى واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إله القرآن بيقول له ما تقولوش امسك عليك زوجك أنت بتقول له امسك عليك زوجك وانت بتخفي في نفسك اللي أنا بينته لما أنت قلت سبحانه مقلب القلوب فهو عارف وإله هو عارف وزيد عارف وزينب عارف ويجي من هنا بقى حتة التحريم إن محمد يتجوز بنت ابنه ويبقى نفسه بقى يعني الضحية هو الضحية اللي لازم يخرج من خلاله التأصيل في منع التبني خليني أخذ مكالمة مين معايا أهلا أخت فريالي زيك أهلا بك حبيبتي زيك إن شاء الله تكونين بخير وحش فينا وإنت كمي شكرا لرب على أرض يحكي برنامج مباشر شكرا أهلا بك أماني كتاب المقدس يقول وينو للقائلين للشر خير وينو للخير شرا أتجاعلين الظلام نور والنور ظلام أتجاعلين المر المر حلول والحل مر يعني قبل الإسلام الجاهلية كانوا أرحم بكثير من محمد ومن الإسلام بحاجات كثير لأنه كان عندهم التبني لكن جاء محمد اللي هو أرحم الرحيم وشفوق منع التبني فهو طبعا التبني مثل ما اتفضلت في أختي أماني مصلحة الطفل لأنه حتى إذا هم يعتقدون إنه إذا كان مسلم شخص وريد يتبنى طفل ما يتبنى لكن يصرف عليه وهو بعده في الشارع أو في دار الأيتام فأفضل بكثير بكثير أن يتبنى أكثر من ما فقط يصرف عليه ماديا لأنه ومثل ما اتفضلت أختي أماني هذا الصفل يحتاج إلى رعاية إلى جفو إلى أبو إلى إسرة أرآه أفضل بكثير من المادة محمد هو لها التبني لكن حل الزواج المتعة والمسيار والطلاق والقتل وغيره وغيره نعم ففي في أوروبا وحضرتك تعرفين أختي أماني ما يقبلون التبني يعني أي عائلة تيجي تتبنى كفل يدرسون العائلة وهذه مؤهل ترتيب كبير ليه ترتيب كبير وصعب نعم نعم يدرسون مؤهل هذه العائلة من الناحية النفسية والعقلية والصحية وكل شيء حتى يشوفون البيت هل هو مؤهل لتبني هذا الصفل عنده غرفة يعني تحوي أو يعني يكون مرتاح فهم هذول الكفار اللي يقولون عليهم وما شاء الله عليهم الإسلام ومحمد اللي هو عارفة عارفة في ريال دلوقتي بقى فيه في مصر في ناس بتعمل كده فعلا موضوع الكفالة بتروح حد من يعني المنظمات الاجتماعية تبص على البيت برضو وحاجات زي كده يعني ابتدى يبقى فيه اتجاه كده في مصر في تونس في المغرب بقى في بعض اللي اتجاهت لده لكن الاعتراض اللي الشيوخ بقى بيقوله لنا دلوقتي يقولك اصلا في الغرب الناس بتشتري الأطفال وان دول الأطفال اللي بيختطفوا هو عشان في بعض الأطفال بتختطف وتباع غالبا الأطفال دول بيبقوا من أطفال الشوارع مثلا يعني اللي ما هماش أساسا لقين حد يرعاهم وده مش حقيقي في الغرب المنظمات الاجتماعية في الغرب بتدق جدا في انه التبني يكون قانوني في كل شيء يعني حددتك عايشة في الغرب عمرك سمعت يعني أطفال بتختطف عشان يعملوا فيها كده يعني ذكرتي أختي أماني يعني لازم يكونوا المؤهلين تماما الأهل ما يعني حي الله أيهم يجوا يبنى طفل فأحنا أنا أشكر الرابع على مثل ما ذكرت حضرتك في مصر وفي الدول العربية أنه بدوا شوية يفكرون لكن حتشوفين مثل ما ذكرت أنه الشيوخ والأحمد الطيب وغيره أنه يقولون عادة تلبية لأن هذا من منبع الدين لأن الدين ما في رحمة ما في رحمة لا للكبير ولا للصغير أنا دواتي حسمعكم فيديو دلوقتي في ريال وعايزك تنتبهي قوي للفيديو ده الشيخ الطيب قال إيه أنه التبني ده كذب موضوع أنك تقول أن تدعي أنه الطفل ده زي طفل اللي جاي من صلبك ده كذب فأنا عايزاكم تتفرجوا تسمعوا كده بودانكم الراجل اللي جاي ده حيقول إيه أنا بشكرك يا فيريال وشكرا على إضافاتك اللي دايما جميلة حبيبت تصلي من أجل شكرا ربي بارك يا أختي أماني 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 قبل ما نشوف الفيديو ده الشيخ الطيب قال أن رابطة الدم مش ممكن أنا أتحدى أن يكون في أقوى منها أفكر الشيخ الطيب وغيره أنه الكثير من الأباء والأمهات اللي بيقتلوا أولادهم بأديهم أو بيجوزوا بناتهم الصغيرة أو يعني بيرموهم في الشوارع اللي هم النهاردة أولاد شوارع الناس الرجالة اللي اتقلوهم أنه ماء الزنا هضر فأنت ما تقدرش تتبنى الولد ده أو تدخله بيتك أو البنت دي ويسيبوا كده ويمشي هو زنة عمل مشكلة يسيب العيل كده ويمشي ماهموش ابنه مش ابنه أص الشيخ قال ماء الزنا هضر أفكركم ده لا رابطة الدم مش أقوى في أولاد وأبناء عاقين وفي أهالي كمان عاقين خلينا نشوف بقى الرجل اللي هتسمعوه ده وقولولي رابطة الدم أقوى ولا اللي رب خير من اللي اشترى خلينا نشوف أنا متشكل جدا 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 بتخيلش ألم إلى عمر كل العصر السنين اللي فاته لأن طبعا أنا اتبنت الطفل دوت وبعدين ما عرفلوش أهل ولا عرفلو حاجة عبدل ده هو يعني أنا معرفش ابنس فأهمش ابنس وأنا يعني ما كنتش متعمق في الدين والكلام ده من 35 سنة فاته وبعدين جبت الطفل وكتبته باسمي فبعد كده اكتشفت إن 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 بني حرام وإن هو مش أدري بس ما قدرش دلوقتي يعني أنا دكتور عمر هاشم أما أتكلم معايا بيقول لي إن لازم تغير اسمه طب أنا أغير اسمه الزايد دلوقتي ده بكر يصطب ومتجوز وعنده تلت بنات والأسرة كلها والعيلة كلها وللأسف اللي أنا وبيته أحسن تربية لا يمكن ده تخيل كل العيلة متخيلة أي مشكلة عند حد يعرضها على الدكتور أي ولد عم اللي أم يعتبر ولد أخويا أي مشكلة كذا بنت أي مشكلة عندها تقوله العيلة كلها بتكلمه أنا مش متخيل إساي هقول يعني أنا قلت هتكع نفسي وقل وقل أنتو سمعين نبرة الحزن والبكاء اللي في يعني الألم اللي اللي عايش فيه الرجل ده دي مش أول مرة يتصل بالبرنامج ده اتصل وأحمد عمر هاشم قال له غير اسمه يا عم غير اسمه إيه ده راجل كبير وعنده عيال وعنده أنا عايز أفهم إيه الضرر اللي أنتو شايفينه هنا علاقة الولد تربى زي أي ابن عادي مش بس كده لا ده أبر بأمه وأبوه ده العيلة ده أبر بعيلته كلها ده عنده عيلة والعيلة محبوبة في وسط العيلة الكبيرة دي وناجح ودكتور ومتجاوز برضو واحدة نجحة وهكذا إيه الغلط اللي أنتو شايفينه هنا إيه اللي يمنع إن الطفل ده والعيلة دي يكونوا فعلا الراجل تعب مين ده تعب مين الشرع إله الإسلام ليه هنعرف بعد شوي خلينا نكمل نشوف الفيديو اللي بعد كده يعني يعني شايفين على ما يحضروا الفيديو طيب خلاص تفضل الورث أعمل أنا عندي شوية حاجات قلت هبيع جز وفرق ما يعادل نصيبه لو مد اللي هم الورث بطوات أختي ولد أختي أو أختي الموجود الوقت يعني أنت حالك عايز تديهم هم عشان هو برضو ما يحسش آه بس وهو سيب له الباقي وقلت أكتبهوله بيع وشراء أو أكتبهوله قلت له هتنازل عنك عشان فيه ابن عمك يمكن يعمل معاه مشكلة ويقولك بابا باع حاجته لأبوك وما خدش تامنه كويس أي حاجة مندي يا ابني وانت طيب قوي راجل من أختي كان بيني وبينها ورث قالتلي أنا أخاف على ابني من ولادك أخاف على ابنك من ولادي ولادي صعب وابنك طيب وأخلاقه عالية جدا وممكن يقربه فإحنا أحسن نفسل تاخد حقك وتديني حقه يعني أقوله إزاي بس دلوقتي أنا أغير سهادة ميلاده إزاي أغير سهادة جواز إزاي بتخيل أنت ما يكون دكتور ودكتورة وتفاجأ بعد خمس سنين سبع سنين من جوازها إن الجزء دوت ابن حرام إزاي لا 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 مش بالضرور يكون ابن حرام يعني على فكرة يعني عرف لا أنا عارف إنه هو مش هو مش ابن شهر أنا عارف وأنا أخدته وليوم كنت أتخيل بيصلي بينا وبيصلي بي أنا هو زنب وإي برضو هو ملو الزنب هو ملو الزنب ومستوى يعني لا يمكن تتخيل إزاي تربية أنا عايز حاجة تريحني أنا ما بنامش ما بنامش خالب إحنا خلاص كلنا بنغلط لا لا ما تتعبش أبدا إن هي تقوله الراجل ما بينامش لإنه خايف الفيديو اللي فات قال إيه أنا مكنتش عارف إن التباني حرام أصل أجيال اللي قبل كده على فكرة ما كانش ده في بالهم كانوا بيدخلوا الأطفال المحتاجين أو اللقاط أو حد من العيلة ويتبنهم عادي على فكرة وما كانش حد بيعترض وكان في حالة زي كده كتير جدا لكن يعني إذا كان الراجل ده في النص يعني سنا فهو عمره هو ما كانش متدين عمره ما سمعش ما سمعش عن الموضوع لكن الناتج اللي عمله كان جيد ولا غير جيد كان رائع أكتر من من ما أي حد ممكن أنت بتربي ابنك ويطلع مجرم ويأذيك أنت والعيلة كلها لكن ده راجل النتيجة يعني ده مثل راجل ربنا اداله نتيجة غير عادي وأنا بصراحة يعني فيه فيه أمثلة كتيرة من فيديوهات زي كده على الانترنت لكن أنا جبت ده بالذات لأنه اللي هيقول لك مثلا السستة عاطفية و ممكن تكون ما بتفكرش لا الراجل ده بيبكي للنهار ما بينامش عشان عشان مش عايز الكسرة دي تحصل في قلب ابنه ده ابنه ده ابنه غصبا عن الكل ده ابنه ويعني يا رب يسمعني عشان اقول له ده ابنك ولا يهمك لمراس ولا اي حد ولا اي حد يقدر يثبت اي حاجة عليك عيش انت وابنك وعيلتك واستمتعوا ببعض وبلاش كل الكلام الفاضي اللي لسه هنسمعه بعد كده لانه تشريع مش انساني ده تشريع شيطاني دايما هتلاقي ان الشيطان بيجي ضد الاطفال وبيجي دايما ضد خطة الله خطة الله اللي تبنانا كابنائه احنا يعني المصدر وغير الموجود لما قبلنا المسيح بقينا ورثة للملكوت وبقينا ابناء لله في المسيح فالشيطان عايز يبوز الفكرة دي في ازهان فما نقبلهاش ايه واحد تصدق ده ابنك ومش بس كده ده قالك ايه ومراتي لا تقبل ابدا يعني انا قلت انا هقوله ومراتي مش قابلة ابدا يعني ده بيوريك انه الراجل والست دول عاشوا حياة جميلة كريمة ربه فيها ولد طول بعرض بقيمة بمركز وكان ممكن حياتهم تستمر كده عادي شوفوا بقى الشيخ المفروض بقى اللي بيكلم بصوت الدين اللي بيكلم بصوت الله المفروض هيرد يقوله ايه في الفيديو الجاي اول تعليقه هيكون ايه يعني توقع ام حد يتصل بيه وعنده مشكلة وعنده ازمة نفسية بالشكل ده اكون لطيفة يعني على الاقل اقول طيب يعني اهدى ربنا يغير الامور لا ارجوك ما تبقاش زعلان انا انا متعطفة جدا معاي مثلا يعني مثلا لكن شوف بقى في الفيديو اللي جاي الشيخ بيرد ازاي رسالة لكل انسان سمعنا دلوقتي وشايف المشكلة وشايف ضخمطها لما بتكبر بتبقى عاملة ازاي وشكلها ايه وتشابكها ازاي اتماعيا ودينيا وما يترتب عليها من اثار فدلسالة واضحة اوي 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 لكل حد بيفكر يتبنى يبقى واخد باله من القصة دي وما يتبناش ويكفل ويكفل مش هنتبنى لكن هنكفل مشكلتنا يا سيدي في الحرومات الحرومات اطلاعوا على الحرومات مثلا نعم نعم اخولاد اختي يعني فيه محرمات معينة هنخلي بالنا منها فلازم نفهمها كويس قوي ولازم ندركها حاط لا اوضحها لطول يعني واحد يقول الامة تعملش كذا ما يبوسهاش ما يسلمش يعني يقول كل حاجة طبيعي طبيعي ان هذه المرأة غريبة عنه فلا ينبغي ان تظر امامه ما فهم فيش مشكلة ما ربيها حاجة وانها امه شارعا حاجة تانية وبعدين ما كنتش بتخلف بالتالي ما رضعتش بالتالي مش ام من الرضاع فما هياش ما لهاش علاقة به على الاطلاق هو اجنبي عنها كويس يعني حتى شارعا ما بنش قدامه خالص ما ينبغي ما ينبغي هذا وتبقى بلحظة القصة دي موضوع الحرمات ده موضوع كبير قوي عند المسلمين يعني انا دايما اقعد افكر كده طب هو ايه موضوع مثلا واحدة مبينة شعرها ولا ما تكشفش شعرها ولا يعني ازاي ازاي ناس يعيشوا في عيلة ويبقى بيبص كده لبنته او لبنت او لبنت مراته مثلا او يحصل موضوع زينا المحارم والكلام الكبير اللي بنقعد يسمعه المنتشر في مجتمعاتنا ده ليه مثلا واحد زي الشيخ العريفي ييجي يقولك مثلا بنتك ما تقعدش معها الوحدك لما تكبر يعني حاجات تصدم مخ الانسان الطبيعي وقلب الانسان الطبيعي لكن اصولها موجودة دايما هتلاقيها في التشريع الاسلامي القصة اللي قارتها لكم دي من تفسير القرطبي لما قالك انه محمد دخل شافها يعني حاسرة يعني مش لابسة او لابسة حاجة خفيفة كده فالدنيا حر بقى والكلام ده ولابسة حاجات خفيفة فهو شافها فاشتهى فقالك سبحانه مقلب القلوب ده اسمه شزوز ده اسمه شزوز عن القعدة ده اسمه شزوز نفسي ده اسمه شزوز فكري ده اسمه شزوز روحي الانسان المليء بحضور الله لا ينظر فيه اشتهي وان حدث انه يجي لك فكرة شريرة فانت بتبقى عارف ان الفكرة دي لا يمكن تاخد فيها خطوات لكن ده مش بس بقى خد خطوات لا ده قال لك يعني زوجاته قالوا انه ما اولى من الرسول باي حد زي ما اولم في جوازه بزينب كان فرحان قوي مش بس كده ده مش طايق مش مستني الناس تمشي فنزلت قاية في القرآن ما تبقوش تعودوا كتير لما تروحوا الزور الرسول علشان خطر هو عايز يدخل يجتمع بزينب لا 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 بلاش يتضحك علينا يعني بلاش يتضحك علينا حطوا كل حاجة جنبه بعضها ما يقولكش يعني ده كان مضغوط وما كانش قصد وما كانش عايز كده وبقى هو الضحية وبقى هو المثل أصلا هما الأنبياء ده تخريف التأصيل اللي حصل في حياة محمد من العمل الشاز والفكر الشاز والقرارات الشازة اللي أخذت في موضوع التبني بسبب شهوة محمد وراء زينب أثرت على الإنسانية وملايين الأطفال اللي تولدوا في الشوارع وماتوا في الشوارع وما زالوا دلوقتي في الشوارع كون إنسان كوني إنسانة روح يعملي اللي تقدري عليه علشان تتبني طفل وتعطي حياة جديدة وحياة فيها فرصة لأنه يكون منتج في المجتمع مش مكسور نفسياً يقولك أنت لازم تقوله ليه بقى؟ لازم تقول الطفل ليه؟ خلينا نشوف النقطة التانية الهمة جداً في الأمر ده هي إيه؟ نشوف الفيديو استنى في الميراث الرجل هذا الله يكرمه الحج يا أحمد ده ميراثوه كله إذا كان ليه ابن أخ سيذهب لابن أخيه ملهوش هذا الطبيب المتبنى ليس له ميراث بس هو عايز يكتبله حاجة ده إما هوال تاني أنا عايز فضلتك وإنت بتجاوب وإنا عشان كده يعني الاتصال كان على الهوى تاني هنقلوه يعمل إيه؟ آه يقوله حالته هو أنا هقوله مش بدلوه نعرف في الزوجة أهو راجل طيب وزي الفل وعايش والسلام متشكرين هو يعرف ونقلوه كلام نقوله يا ابني انت بيش بالضرورة وسجل الحلقة دي وقلها له على نساني مش بدلوه مراتك تعرف انت ما غشتهاش ولا حاجة بيعتبر انك انت منتسب لها ده الأسرة مكنتش تعرف هو زنبو إيه؟ مظبوط كم دلو كان يعرف زمان ودي حكنا عليهم صحيح خاصة عنده أولاد ايه فهم نتكملت على أسرها تنهاد بمرأة اتنين انه جميع التاركة تذهب إلى الورثة الشرعيين طيب طب لكن لو ادالوا هيبة من حق ويعطي هيبة يا سيدي له الحقي في ثلث ماليه لا حتى غير ثلث مال وهو لا أنا بناشى مش من حق لا مش من حق وصل هنا هيبة يا سيدي هنا هيبقى فقصدار العرمان للغير آه لأن كده هيحلم الغير آه يكفي تماما ما فعله سيقولك ايه ده موال تاني لازم يعني إذا الراجل عايز يدي له حاجة ده موال تاني لا مش موال تاني ده راجل حي صاحي عايش عنده حياة لو أخد كل ماله واستثمره في شركة هتقوله لأ مش هتقدر تقوله لأ لكن يعني لازم ننتبه أن الإسلام عندما يضع قواعد بيروح محصرك من كل ناحية علشان يوصلك أنه اللي انت هتعمله ده غلط علشان خاطر حاجة في الآخر تبرر العمل ومحام وتؤذي البشرية من بعدها يعني حقيقي لازم نفكر في الأمر ده يعني الراجل ده لو خد كل ماله واستثمره من حقه لو خد لو راح كده قال أنا هشتري لبني بيت أنا اللي أتعم في المال وإنت تقولي يصرفه إزاي ليه وليه لا تنتفع الأسرة المباشرة ليه لازم الأم والخال والعم وابن العم ليه البنت ما تاخدش المراس كله إذا كان ما عندوش سبيان ليه 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 هذا التفريق ليه هذا التشتيت لإنه المنظومات الدينية اللي بالشكل ده محتاجة إنها تسيطر على كل تصريف حياة الإنسان فتعايش راجل زي الأستاذ أحمد ده مرعوب لإنه هيدخل النار ويتشوي بفلوس الناس اللي مراحلهمش فلوسهم دي ويمش فلوسهم ده فلوسه هو مراته وعياله منظومة زي الكالت يعني أنا مش عارفة الكالت ده يبقى إيه بالعربي يعني اللي هي الكالت اللي هي بتبقى يعني حاجة حفتكر خلينا نشوف اللي بعدك كده الفيديو اللي بعدك كده أقول لكم يعني إيه كالت هيبقى عارف الحج أحمد إن مرات هذا الدكتور الطبيب المتبنى ليست مباحة ليه بمعنى إنه ما ينفعش يتعب بقى قدامها بشعرها زي المهانة لو أنا ابني متجوز المراته بالنسبة لي حرم عليها وبتلزي بنتي فبتتعامل معاه زي بنتي ما ينفعش زوجة الطبيب تتعامل مع الحج أحمد زي بنته ما ينفعش أحفاد هذا الولد اللي هو بتبني يتعامله معاه لو كبرم بقى زي جدهم لازم نخبر المحاضر ده كلها وده برضه يرجعني الرسالة اللي بوجهه للكل ياريت ما نوقعش نفسنا في هذه الورطة يقولك ما تتبناش بس اكفل اكفل روح ادفع لناس في ملجأ ادفع لتعليم طفل الأطفال اللي بتدفع عشان يتعلموا دول في حد بيعرف يرعاهم ويحبهم ويربيهم نفسيا برضو إنسانيا ويعلمهم ازاي يعيشوا في مجتمع فيغير حياتهم وبعدين يعني فكرة إنه الست بنت أو مرات ابنه دي طول عمرها حاسة إنها بنته وطول عمره حاسس إنها زي بنته فجأة كده يقوله لا ما تبقاش زي بنتك هو كده علشان خطر يرجعنا تاني للي حصل من محمد معايا مكلمة مين معايا أهلا مرحبا أختي اسم فاطمة أهلا بيكي أخت فاطمة صراحة حاسة إن عندك بعض المغالطات في شرح الآية نفسها حتى مش في موضوع التبني أنت باعدتي أنا باعدت؟ ليه؟ باعدتي يعني شرح الآية هذه تقول ودعوهم لأبائهم معناها ما تنسبوش الأشخاص لغير أبائهم يعني فيها خلط الأنساب لكن أنت باعدتي الموضوع نهائي أنا باعدني سؤال لك يا فاطمة ودعوهم لأبائهم دي جزء بس آية من الآيات اللي تقالت في سورة الأحزاب عن موضوع التبني بصورة متكاملة لأن موضوع التبني مرتبط بقصة محمد وزينب لكن لو سؤال لك يا فاطمة لو أنت منتش عارفة الأب مين لا عارفة الأب ولا الأم لقيت في الشارع هتدعي إيه؟ هتنسبي المين هتنسبي المين هي الفكرة أن غلط أنك تنسب أي حد لك وهو وما تعرفيش يعني أنت النسب متاع لكن الفكرة أو الفرق بين الكفالة ليه؟ ليه؟ ليه يا فاطمة لأنه غلط ليه؟ لأنه غلط وش ليه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ لا صراحة صراحة هو الكفالة تختلف عن التبني بهي التبني أنكم أنتم تكدبوا في النسب تحولوه تماما يعني عن أصلا مش كده لا مش كده استني عشان بصي فضل فاطمة فاطمة يعني أنتم بتقول لا ما عليش هذا المغالطة لا أنت بتقولي أنها مغالطة بس ما أنتش عارفة تقولي لي ليه؟ إذا أنت هتقولي مثلا هي مغالطة؟ طب استني هسألك سؤال تاني حضرتك قلتي أنتم بتكدبوا لما تدوا الإبن اسم العيلة ليه كده إيه؟ هذا غالط لا يعني هي مغالطة لا بنتي صبوري بس أقولك أكمل الجملة أكمل الجملة إذا العيلة قالت إنه إحنا هندي الولد ده اسمنا زي ما بيحصل في الغرب والولد والبنت بيبقوا عارفين إنه هم متبنين ما عندهمش مشكلة ما عندهمش مشكلة على فكرة لأنه بيعامل كابن بالكامل أوكي إنت لا مشكلتك إيه؟ هي فكرة الكفالة ليه كده بقى؟ هي فكرة حتى فكرة الكفالة اللي هي موجودة عندنا إحنا تمام؟ عادي إنك تأخذ الطفل هذا وتربيه تربية كاملة لكن ما ننسبوش الطفل لنا إحنا لأنه هو مش الطفل مش لنا يعني غلط أوكي الطفل اللي بيقفل وبيربى في البيت بيجي في وقت من الأوقات اللي لازم يخرج من البيت لأنه لا تستقيم الحياة مع أم لازم تغطي راسها كل ما يدخل للأوضة أو كل ما يدخل من باب البيت فدي من العقبات اللي بتخلي الناس ما تكفالش وما تعاملش كده إيه إذا ما كانش عندهم مشكلة في ده؟ فبص يا فاطمة اسمعي وفكري ما تستلميش اللي يقولك ده حرام وده غلط وخلاص فكري لنفسك ما فيش حاجة اسمها هو كده ليه؟ هي ما فيه كده لكن فكرة فكرة المغاطات وإنك تنسب شخص مش ليك أساسا هذه الفكرة أنا بالدات اللي انتكلم عليها هي بتكون غاطة ولكن أنتم لكم فكركم الخاص وإحنا لنا فكرنا الخاص ماشي يا فاطمة ماشي فاطمة أنت لكن أنا لأ أنا عايزة تبنى يعني حاجة ما تملكي نعم شيء أنت ما تملكي وتسميه لنفسك بتكون حاجة غلط لا مش حاجة لا مسئولية مسئولية للمجتمع أنا أولادي عندهم أولاد لكن هم مقررين إنه في المستقبل هيتبنى مش محتاجين أوكي لأنه بص يا فاطمة أنا لازم أقف المكالمة معاك لأنه فاضلي كلمتين ثلاثة لازم أقولها أنا بشكرك إنك اتصلتي وحب أفضل أتواصل معاك ونتناقش في الموضوع ده ميبي على التليفون ولا حاجة لكن اسمعي للآخر هل التبني فوائد ولا لا اسمعي للآخر أنا عايزة أشوف آخر الفيديو اللي جاي ده في ست اتصلت بتسأل الأسئلة اللي بتقولها فاطمة دي بس العكس خلينا نشوف أولا بالنسبة للآية بتقول ادعوم لآباءهم هو حضرتك ملوش أبو ملوش أصل فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين قاعدة بتقول الآباء والأمهات مش اللي بيخلفوا لا اللي بيربي حضرتك طبعا هم أهله خلفوا وتنصلوا منه وحطوه دم حيطة مستان الدنيا فإذا الأب والأم اللي يربي مش اللي يخلف حضرتك ده الأب والأم معنا مش الأب والأم ناسة بنيا ست حضرتك عاشر مع بعض السنين دي كله تحت سقف واحد وبيمدودهم في طبق واحد وبيستموا اللقمة دي بقى تعاشر عاشر ومال حضرتك بقى خلاص ان دمج ونصهر مع بعض بقى عيلة واحدة هو ما شامش في الدنيا حد اللي هو ده أبوه وده ابنه خلاص إيه المشكلة حضرتك أين رحمة ربنا ما تيجي تقولي تقولي أنا هقول له وازدمه ده وقت انت حددمه صدمتين لما يعرف ان هو انه أهله تنصله منه دي صدمة صدمة تانية لأبوه أمه مش أبوه أمه طب حضرتك دي صدمتين وطعنتين نافذتين في القلب ممكن ما يتحملها الاسلام لا يكترس بقى انه الانسان ده هيحصل له صدمة عصبة يقوله ايه انت لازم تقوله بس هو ممكن ما يقولش لمراته طب اشمعني يكذب على مراته انت عارف يعني ايه انسان يكون عايش حياة أمينة مع واحدة ستة وبيحبها وفجأة يبقى عارف انه حاجة هامة جدا في حياته ما يقدرش شركة معاه أصلا عشان ما فيش فهم للعلاقة الزوجية والاتصال بين الراجل والستة على انه شركة قائمة دائمة فانت ما عندكش مشكلة انه يكذب على امراته ولكن ما عندكش مشكلة انك تجرح قلبه وتكسر العلاقة اللي بينه وبين أمه وأبوه اللي هم شايفين انه هم أمه وأبوه ودي مش مشكلتك لكن انت خايفة على العوارات وهي يا سيدي مش خايفة على العوارات انت مالك وانتو مالكو لكن الشيخ رد على الستة دي بغضب شديد بقى وقال ايه انه ما فيش كلام في الشرع ده مش رأيه ما فيش كلام في الشرع ما فيش حاجة اسمها لرب خرم اللي اشترك وما فيش حاجة اسمها أكله مع بعض الشرع بيقول نعمله خلاص ما تفتيش اكي فرق بين السلطان بالدين و يعني اللي هو حاس انه ماسك بقى زمام الأمر قال الله وقال الرسول وفرق بينه وبين الانسان اللي قاعد قدامه المزيع ده اللي كان متعاطف جدا ومتحرك جدا وشايف وشايف انه المسألة فيها تعصف ضد الناس دي واللي هيحصل فيهم لانه انسان وبيحاول يدور لهم على حل الاسلام دائما ما سيترككم تحاولون البحث عن حلول للمشاكل الانسانية اللي خلقها الفكر الاسلامي في حياتنا زي ما قلتلكم التبني المثل الأعظم فيه في الكتاب المقدس ان احنا الله تبنانا من خلال المسيح لما قبلنا أحبته ولما قبلنا فداؤه أصبحنا أبناء أصبحنا ورثة في الملكوت وأصبحنا أولاده بيقول كده الكتاب في رسالة تعقوب بيقول اسمعوا يا أخوتي الحباء أما اخترى الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه عندما نصلي يسوع المسيح نفسه الله الظاهر في الجسد قال لك كده قال لك لما تيجي تدخل من خداعك كده وتكلم مع ربينا تقول له يا أبانا الذي في السماوات دي مش كناية عن أبوته ده لأننا أصبحنا أبناءه فعلا هو تبنانا هو أحبنا فبذل نفسه عننا شوفوا بقى اللي بيتبنى يبزل زي ما المسيح تبنانا فبذل نفسه عننا حتى تصبح لنا حياة كتاب المقدس فيه أمثلة مختلفة في موضوع التبني هفكركم بقصة موسى موسى التبني أعطاله حياة كان فرعون قتل كل الأولاد الموجودين في الوقت ده لكن بنت فرعون اتبنته ودخلته الأسر وبيقول الكتاب أنه عاش في الأسر ده أربعين سنة يتعلم من حكمة المصريين عشان ربنا يعدوا للمهمة العظيمة اللي قام بها بعد كده مش أنه التبني ما كانش موجود لا التبني كان موجود في الكتاب المقدس بأشكال كتيرة جدا أستر اللي عمها مردخاي كان بيرعاها ده نوع من التبني لكن وقتها ما كانش في قدك اسمي وتديني اسمك العيلة تعتني ببعضها إحنا النهاردة ربنا عايزنا كعيلة كبيرة نعتني ببعضنا أيضا بصلي إن ربنا يخلي الحلقة دي تكون دافع لكل واحدة وواحد منكو إنه ياخد خطوة ويتبنى طفله ويمد إيده وفلوسك مش هي اللي هتمفع بس لكن محبتك والمحبة مكلفة زي المحبة اللي قدمها المسيح لينا محبة كلفته حتى الصليب علشان خاطر يكون لنا إحنا حياة ونصبح أبناء لله بمحبة المسيح التبني يكلفك لإنه مش ليك لإنه للغير وهكذا صنع الله معنا أنا بصلي إن النهاردة أي حد عنده طفل يبصله ويشكر الله إنه لي دور في حياة هذا الطفل ويعمله كإبن ويعمله بمحبة ويبزل ويعرف إنه في المكان الصح حتى لو الشيخ بيكتبوا عليك ربنا معاكم وأنا بصلي من أجلكم وحب أسمع تعليقاتكم على حلقة النهاردة ياريت ترسلوني على صفحتنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر